اشتركوا في القناة يقام في مدينة الرياض خلال الشهر المقبل وأعرب العهل المفدى عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة مشيدا بعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي المشترك بينهما من تطور مستمر على كافة المستويات واشهد جلالة الملك المفدى بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم مهرجان الملك عبد العزيز للأبل الرائد على المستوى الاقليمي والعالمي وما يعكسه من عمق حضاري وتاريخي للتراث السعودي الشعبي الأصيل ضمن منظومة ثقافية وسياحية متكاملة